أود التأكيد على رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الميزانيات إلى حين إقرار انعقاد مجلس الأمة احتراماً للإرادة الشعبية واحتراماً لمجلسكم الموقر وتشرف شخصياً بإلقاء هذا البيان هذه الميزانية أود التأكيد أنها استمرار لجهود مستمرة حقيقة من اللجنة الفنية ومن العاملين بوزارة المالية ومن زملاء نواب أفاضل على سبيل المثال للحصر الدكتور بدر الملة السيد عدنان عبدالصمد الأمانة اللي عنده تاريخ طويل وخبرة عريقة في الميزانيات مرت عليهم هذه الميزانيات في السابق احنا استمعنا لكافة ملاحظات الأخوة النواب في الجلسة واستمعنا وأخذنا في عين الاعتبار الملاحظات المكتوبة واستمعنا للملاحظات اللي في اللجنة كذلك عالجنا أغلب الملاحظات التي وردت وتعهدنا بمعالجة بقية الملاحظات والمتعلقة في ديوان المحاسبة ونكرر هذا التعهد اليوم سواء أنا كوزير مالية وأيضا زملائي في الحكومة ونتج عن هذا الأمر التعديلات الآتية أضفنا بدل الإجازات أضفنا الصفوف الأمامية أدرجنا ميزانية مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله أضفنا مبالغ دعم البناء للمناطق السكنية الجديدة أضفنا بدل الإيجار للتنازل والبدل زدنا دعم العلاف لمواكبة ارتفاع الأسعار عالميا عكسنا برنامج عمل حكومة القادم في ميزانية هذه السنة علما بأن برنامج عمل حكومة مدتها أربعة سنوات يا أخوان والميزانية هي سنوية فإحنا بحاجة إلى أربعة ميزانيات لعكس البرنامج بشكل كامل هذه المكاسب كلها ثمرة تعاون مع أخواننا في لجنة الميزانيات هذه ثمرة التعاون الحكومي النيابي للأمانة أنا باستغل هذه الفرصة من مجلسكم الموقع للرد على اتهامين للأمانة نلام فيهم إحنا كحكومة وتلام فيهم أيضا لجنة الميزانيات أن الحكومة والمجلس يقومون ببعثرة المال العام نظير استقرار ومكاسب سياسية وهذا الكلام اليوم غير سليم إطلاقا إحنا الصفوف الأمامية وبيع الإجازات هذه الالتزامات علينا كسلطة تنفيذية ومن واجبنا اليوم الوفاء بهذه الالتزامات تجاه أبناء الشعب الكويتي والأخوة في لجنة الميزانيات عاونونا في هذا الأمر كذلك يعني إدارة المالية العامة للدولة مو نفس إدارة المالية لشركة خاصة اليوم إحنا عندنا مسؤولية اجتماعية تجاه المواطنين الكويتيين وهذه المسؤولية نحاول أن نقوم فيها على أكمل وجه بما لا يعزز انعدام الرشد في صرف الأموال وكذلك بما يعزز من رفاهية المواطن الكويت اللي أكدنا عليه وأكد عليه سموه الرئيس في أكثر من محفل الأمر الثاني توجه للجنة ولنا اتهامات أن هذه الأموال ستزيد من التضخم في الكويت وإحنا نقولها اليوم بشكل واضح وصريح مشكلة التضخم في الكويت أكبر بكثير من موضوع مكافأة الصفوف الأمامية ومن موضوع أيضا بيع الإجازات مشكلة التضخم اليوم هناك جزء خارجي يتعلق في أزمة كورونا يتعلق في الحرب الأوكرانية الروسية يتعلق في التأثير على سلاسل الإمداد واختلالات داخلية تتعلق في البيئة الاحتكارية وشح الأراضي وهذا عندنا مثبت في الدليل اليوم اليوم التضخم في الكويت 4.2% أكثر من متوسط دول الخليج متوسط أراتب الشهري لرب الأسرة الكويتي 1534 دينار ينفق 33 منها على السكن يا أخوان وهذا بسبب شح الأراضي وندرتها والمجتمع اليوم قاعد ينمو لكن البقعة الجغرافية اللي احنا عايشين عليها ما قاعد تنمو في المقابل لذلك احنا توجهنا الأساسي في هذه الحكومة كأصلاحات هو تحرير أراضي الدولة كل هذه العوامل تستوجب على الحكومة أن تدعم مواطنيها طيب احنا سوينا شيديد اليوم كحكومة وكلجنة لا ما سوينا شيديد هذه بعض الإجراءات التي قامت فيها دول الجوار وأيضا دول عالمية السعودية 20 مليار ريال دعم اجتماعي الإمارات كذلك اليابان 103 مليار دعم اجتماعي مصر دعم اجتماعي تركيا دعم اجتماعي قطر دعم اجتماعي كل هذه الدول لديها معدلات تضخم وأيضا تدعم مواطنيها بالمعقول وكذلك هذا نهج الدولة فلما احنا ندعم المواطن لكويتي ندعمه من باب المسؤولية لمواجهة غول التضخم وإذا نبي نعالج هذه المشكلة نعالجها من أساسها ومنجذرها عن طريق الحرص على استقرار الأسعار وإدارة العرض والطلب للقضية الإسكانية ودعم الأسر من خصصة الدخل وهذه الأمور كلها احنا متجهين لها كحكومة في الختام أنا أقول أن قدرنا اليوم كحكومة ومجلس أن نكون في هذه الظروف وطريق الإصلاح طويل ويحتاج إلى تعاون وهذه ثمرة التعاون مع اللجنة الميزانيات الأمانة توجناها في هذه الميزانية وإحنا على أتم الاستعداد لسماع كافة الملاحظات أيضا في أي وقت ومعالجته وأنا أخذ إيس من النقاش ومن أخذ الملاحظات أيضا وجدت بعض الملاحظات المستحقة من الأخوة النواب اللي أتعهد اليوم بتطبيقها كذلك أنا والفريق العامل معي في وزارة المالية بالتعاون مع لجنة الميزانيات أول تعهد هو تلافي ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة ومحاسبة المتسببين الأمر الثاني تعزيز دور القطاع الخاص وتقليص الفجوة بين موظفي القطاع العام وبين القطاع الخاص خصوصا بين الباب الثالث والباب الخامس ورواد الأعمال وهذا الأمر أيضا إحنا التزمنا فيه في السابق ونكرر التزامنا فيه رقم ثلاثة أننا رح نلتزم خلال إعداد ميزانية القادمة بقواعد الحوكمة والشفافية وأن تكون مرتبطة ببرنامج عمل الحكومة كذلك سنعيد النظر لمتلقي المساعدات الاستماعية وبالأخص ربات البيوت والأرامل هذه أيضا تعهدات نضيفها إلى تعهدات والمطلقات كذلك نضيفها للتعهدات السابقة وأكرر أيضا أقول أن سمو رئيس مجلس وزراء ما أمر بتأجيل ميزانية إلا لأخذ كافة هذه الملاحظات فكل شكر لكم على ملاحظاتكم شكرا شكرا شكرا